بهذه الطريقة البشعة غادر الطفل وحيد مختار والطفل صارم سمير والطفل محمد مراد الحياة جراء قذيفة حوثية استهدفت حي شعب الدب في تعز حتى الآن هناك ثلاثة قتلى والرابع حالته حرقة في العناية المركزة أكثر من ثمانية قرحة من أطفال جميعهم أطفال بعض القثة هنا كانت أدميقتهم خرقت من رؤوسهم هناك مناظر بشعة جدا مجزرة جديدة ومروعة راح ضحيتها عشرة مدنيين بين شهيد وجريح في مدينة أضحى قتل المدنيين فيها خبرا يوميا لا يستثير اهتمام الكثير حيث تعاني تعز من القتل الوحشي الذي يعكس حقدا دفينا من قبل المخلوع صالح والإماميين على المدينة التي استعصت على الخضوع اللافت في هذه المجازر هو صمت العالم المطبق فلا دول تندد ولا منظمات حقوقية تصرخ ولا حكومة تحمي أبناءها وكأن الدم ليس دما أحمر وكأن ثلاجات الموتى لا تحوي أشلاء آدمية في وقت سابق أصدرت هيومن رايتس وواتش بيانا ندد بإيقاف ثلاثة مدنيين مسيحيين في سوق الصميل باعتبارهم أقلية ولم تتوقف المتابعات حتى تم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم في نفس المكان وفي سوق الصميل ذاته سفك دم هؤلاء الأطفال وارتفعت أرواحهم قبل أوانها لكنهم لسبب غير مفهوم لم ينالوا اهتمام هذه المنظمة وغيرها من المنظمات قيادي حوثي من أبناء مدينة تعز حاول تبرئة جماعته من هذه الجريمة واتهم فيها أحد قادة الجيش بشكل مباشر بينما أكدت المصادر المحلية أن القصف تم من تبة السلال والذي يعرف الجميع أنها تقع تحت سيطرة الانقلابيين مراقبون حملوا التحالف والشرعية مسؤولية ما يحدث لأبناء هذه المدينة حيث مضى لها أكثر من سنتين تقاوم الاجتياح الانقلابية دون إسناد مكثف من قبل التحالف يؤهلها لاستكمال عملية التحرير وكأن على أطفال تعز سمرار دفع فاتورة الحسابات السياسية للتحالف من دمائهم المخذولة تعز العز أمس الجريحة فبيد تحاول الحفاظ على هذه الصورة المحفورة في الذاكرة الوطنية وباليد الأخرى تتحسس ندوب الخذلان من الخلف وربما صرخت بكلمات المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد ترجمة نانسي قنقر